حول تفاصيل ما يجري في بروكسل من اجتماعات مراسقة الإخبار يا سلامة عطلة متواجد هناك إذن أرحب بك سلامة وهنا الحديث حول ملفات تناقش لديك في بروكسل وخاصة فيما تعلق بالإنفاق الدفاعي وزياداته لحلف الناتو إذن أهم الملفات والموضوعات التي تناقش بهذا الخصوص سلامة اليوم يجتمع عمين عام حلف الناتو برئيسة وزراء لتافيا وهي من ضمن الاجتماعات المتسلسلة مع الجمهورية الثلاث على دول المطلة على بحر البلطيق ستونيا لتافيا لتوانيا هذه الدول التي تعتبر نفسها من أضعف الحلقات في حلف شمال الأطلسي والأكثر تهديدا من روسيا لأن لها حدود مع روسيا ولها حدود مع بيلاروسيا أولا هناك تطور واضح بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة للأطلسيين أن روسيا بدأت تسهل وصول المهاجرين عبر أراضيها القادمين من دول إفريقيا والشرق الأوسط وصولا إلى روسيا التي تدفع بهم إلى الحدود الأوروبية هذا يتطلب تعزيز على الوجود أو تعزيز الحدود تعزيز قدرات الأمنية الحدودية لضبط ومنع المهاجرين من الوصول إلى تلك المناطق هذه آخر تطورات الحاصلة في تلك المناطق التي تريد أن تمنع وصول المهاجرين بتسهيل روسي عبر الأراضي البيلاروسية لكن الأهم حساني هو ما يتصل ببحر البلطيق إذا كانت هناك نتيجة واضحة وحاسمة جيوسياسية لهذه الحرب في أوكرانيا فهي تتصل ببحر البلطيق الذي يحاول النيتو أن يحوله إلى بحيرة أطلسية ويقلل من قدرة روسيا هناك أولا النيتو يقول بأن البحرية الروسية تحاول جمع البيانات حول الكابلات تحت سطح البحر وخطوط الأنابيب وهذا يمكن أن يسهل استهدافها ويعطل الحياة الأوروبية والأطلسية خصوصا وأن العمق ليس بعميق في البحر البلطيق وكذلك التضاريس تسمح بذلك ويمكن حتى أن تكون هذه العمليات سهلة ورخيصة ويمكن استخدام سفن تجارية فيها لذلك يريد النيتو أن يعزز من تواجده في تلك المناطق فيما يتصل بحماية البنية التحتية تحت سطح البحر وإلا فإن الحياة الأطلسية ستتعطل ستشل إذا ما تعرضت هذه البنية التحتية الحساسة الحرجة الأشياء أمنيا لأي استهداف وهذا ما حدث سابقا وأثبت تأثيراته الكبيرة لذلك النيتو الآن يحاول أن يعزز من تواجده هناك ولتافيا تستعد لتوسيع قواعد عسكرية جديدة للنيتو وستستضيف أيضا مناورات عسكرية قادمة كلها في إطار تعزيز وجود الأطلس هناك وإشغال روسيا إشغال روسيا لكي توجه طاقتها إلى تلك المنطقة وتخف تدريجيا عن أوكرانيا هذا نوع من الإشغال والتكتيك العسكري واضح ما تتحدث فيه سلامة لكن أيضا فيما يتعلق أيضا بهذه النقطة التي تحدثت فيها وأيضا محاولة زيادة الإنفاق الدفاع لدول النيتو يحتاج إلى أموال طائلة أو تكلفة من الذي سوف يتحمل هذه الفاتورة في ظل أزمات مالية تعصف بدول الاتحاد الأوروبي واضح بأن الإنفاق العسكري بدأ يأكل الميزانيات الأوروبية أكثر فأكثر وليس لدى الأوروبيين أي خيار من أن يزيدوا من إنفاقهم العسكري صحيح أن معظم دول النيتو لم تصل بعد إلى الإنفاق المحدد وهو 2% من الإنتاج إجمالي المحلي لكل دولة لكن النيتو يطالب بتعزيز هذه الإنفاقات لتصل إلى هذا المستوى كحد أدنى وليس كسقف كما كان في السابق المشكلة الأساسية أن الاحتياجات العسكرية الاحتياجات الأمنية تتطور بشكل لم يكن أحد يتخيل في السابق هذا يتطلب المزيد من التمويل مزيد من الإنفاق مزيد من إشراك القطاع المدني والقطاع الصناعي مع القوات العسكرية لتأمين المناطق تحت سطح البحر والمناطق الأطلسية بشكل عام ضد هذه الحروب الهجينة كما يسميها الأطلسي لذلك هي معركة طويلة تحاول فيها الدول أن تخصص مزيد من الميزانيات والكل يعترف بأن الذي يتم إنفاقه حتى هذه اللحظة غير كافية وهناك ضغوطات أمريكية على الدول الأوروبية لتزيد من إنفاقها أشكرك إذن هذه التفاصيل الواضحة التي كنت معنا فيها من بروكسل سلام عطال الله مراسل القاهر الإخبارية شكرا لك إذن سلامة